السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدي ومتابعي قناة التمتاكاديمي في المحضر الرقم 3 من إدارة المخازن في الجزء اللي فات أو في المحضرين اللي فات وخلصنا تهية المخزون من حيث الخيارات والأنواع الأصناف وأنواع عامل توليد والتقوامي إلى ذلك هنبدأ من الوحدات المخزنية شاشة الوحدات المخزنية هي الحقيقة بتستخدم بطريقتين الطريقة الأولى الطريقة العادية بإن احنا بنعمل عملية إضافة ثم بنضيف رمز الوحدة زي مثلا كيلو جرام ونضيف اسم الوحدة كيلو جرام أو مثلا عدد أو ما إلا ذلك الطريقة الثانية إن احنا بنستخدم شاشة وحدات القياس بعد تفعيل المتغير استخدام الأوزان المقاسة أو استخدام نظام المقاسات والأوزان من إدارة النظام من إدارة النظام في الخيارات استخدام نظام المقاسات والأوزان ثم بنعمل تعديل وحفظ بنرجع تاني لنظام المخازن ولما بنفتح شاشة وحدات القياس بنلاقيها ظهرت لنا بشكل مختلف بعد ما كان الرمز والاسم فقط ظهر لنا متغيرات جديدة وحقول جديدة طيب بنستخدمها إزاي بالشكل اللي دي دوت أول حاجة عندنا هل هذه وحدات مقاسات أو أوزان معدودة فبنفعل المتغير دوت في حالة إن هي الوحدة اللي احنا نعملها وحدة القياس اللي احنا نعملها بتكون وحدة قياس لأوزان أو مقاس معدود زي الأمتار مثلا بالنسبة للأمتار فأنا عندي مثلا شركة بيع أراضي فهنلاقي إن عندها القطعة قطعة الأرض مثلا 200 متر فهنا عندي وحدة القياس بالمتر القطعة الأرض بينما أنا عندي 10 قطعة أراضي فهنا كده وحدات قياس لكن معدودة فبنفعل المتغير دوت وبعد كده بنحدد نوع الوحدة هل هي أطوال أو مساحات أو أحجام أو أوزان أو ما إلى ذلك زي ما يتناسب معنا فلو اخترنا مثلا أوزان هنبدأ نحط الرمز بتاعنا واسم الرمز فممكن يكون مثلا الرمز عندنا بالجرام زي الذهب مثلا بعد كده بنحد بنفعل المتغير هل هذه الوحدة تقاس بوحدات عددية أخرى في حالة إن إحنا عايزين نقيس الوحدة ديت بوحدات عددية تانية بنفعل المتغير دوت واللي بيترتب على تفعيله ظهور وحدات في جدول باسم الوحدات العددية المرتبطة نروح بعد كده إلى شاشة التنبيهات الحقيقة هي واضح من اسمها إن هي شاشة تخص التنبيهات الخاصة ب نظام المخازن وهنحدد فيها إزاي هيعرض لنا نظام رسائل التنبيه من خلالها نقدر نحصل على عدة رسائل كتنبيه بتوريخ الانتهاء والأصناف او بالأصناف المتجاوزة حد الطلب او بالأصناف المخزنية التي لها رصيدة افتتاحية وليس لها حركة يعني في رصيد دخلوا رصيد افتتاحي لكن محصلش عليه حركات ويظهر لنا عنه التنبيه طيب بعد كده او ازاي بنستخدم الشاشة اولا بنبعط على اعدادات التنبيهات بتظهر لنا الشاشة اللي احنا شايفينها ديت او النفذة اللي احنا شايفينها ديت اول حاجة عندي عند الدخول الى النظام المخزون يبقى هنا الرسائل هتظهر لي اول ما خش لنظام المخزون او النظام المخازن ولا تظهر لي عند الخروج لما اجأ في النظام المخازن تظهر لي رسائل التنبيه هنا تكرار التنبيه التنبيه يتكرر معي كل مرة لما يجي أخرج أو كل مرة لما يجي أخش ولا عدم التنبيه فهنا مش هيظهر لي أي تنبيهات خاصة في المخازن خالص بعد كنا عندنا تفعيل رسائل التذكير رسائل التذكير هي ببساطة شديدة بتحدد من خلالها أو من خلالها بنفعل المتغير أو الحقل التنبيه قبل الكام يوم علشان أقدر حط عدد الأيام اللي يظهر لي فيها تنبيه بتاريخ انتهاء صنف معين بعد كده هنلاقي هنا في الشاشة الأصناف المجاوزة حد الطلب ففي التبويب الخاص بالأصناف المجاوزة حد الطلب بيظهر لنا هنا أرقام الأصناف وأسماءها وأرقام المخازن الموجود فيها هذه الأصناف كميات الموجودة في هذه المخازن وكمية حد الطلب اللي تجاوزها هذا الصنف بعد كده عندنا التبويب أصناف لها رصيد افتتاح وليس لها حركة نفس الفكرة بيظهر لنا هنا في التبويب دوت كل الأصناف اللي ليها رصيد افتتاح لكن ما لهاش أي حركات سواء بالتوريد أو بالصرف بعد كده عندنا الأصناف المنتهية فقط أو تبويب الأصناف المنتهية فقط في التبويب دوت بيظهر لنا كل الأصناف اللي انتهت صلاحية تاريخ انتهاء صلاحيتها بشكل متسلسل بيظهر لنا في القيمة الموجودة عندنا هنا من رقم صنف واسم الصنف رقم المغزن وكبه المتركة والتاريخ الانتهاء بننتخل بعد كده إلى شاشة قوائم المفضلة من هنا ممكن المستخدم يضيف قيمة مفضلة ويضيف اسم لقيمة مفضلة من خلال الضغط على إضافة هنا ادينا نقم القيمة 13 إذا نحن عندنا 12 قيمة مفضلة قبل ذلك ندخل اسم القيمة وليكن المفضلة 13 ثم نعمل عملية حفظ القوام اللي احنا بتدخلها هنا واسماء القوام اللي احنا بتدخلها هنا بنقدر نستخدمها في الشاشة اللي جاية اللي هي شاشة التخصيص مفضلة للمستخدم أو تخصيص القيمة المفضلة للمستخدم اول حاجة بنحدد اسم القيمة اسم القيمة المفضلة للمستخدم هنلاقي هنا القيمة المفضلة رقم 13 اللي احنا ضفناها دلوقتي. بعد كده بنبدأ نضيف الشاشات بارقمها هنا عشان تكون هذه الشاشات في قائمة المقدلة بالنسبة لي. في حالة تفايل المتغير قابل للتعديل والتخصيص. فهنا هقدر عدل على هذه القيمة مرة تانية. في كده احنا هنا الجزء الخاص بالتهيئة. هنتطرق الان الى مدخلات نظام المخزون. واول الحاجة هنبدأ بيها او الشاشة هنبدأ بيها في مدخلات نظام المعزون هي بيانات المخازن. بيانات المخازن شاشة من خلالها اه بنقدر نضيف اه مخازن فعلية او بيانات مخازن فعلية للنظام. فهنلاقي الشاشة جاية عندنا في تبويضين مختلفين. بيانات المخازن وطباعة المخازن. طبعا اه طباعة المخازن هي بتعد كتقرير. اه بنستعرض من خلاله ونطبع كمان اه المخازن الموجودة عندنا او المخزن موجودة عندنا. نقدر نحدد من مخزن كزا الى مخزن كزا. ثم نضغط على ايكونة الطبعة هنا علشان يظهر لنا التقرير آآ الخاص بهذه الخاص ببيانات هزي المخزن اللي احنا حددناها في الحقول اللي فاتت من الى. بعد كده او آآ في الاول عندنا تبويض بيانات المخازن اللي من خلاله بنضيف البيانات الفعالية للمخازن بعد الضغط على ايكونة اضافة. بنيجي في رقم المخزن او في حقل رقم المغزن وبنضيف رقم المغزن. بعد كده بنكتب اسم المغزن بالعربي. ازا عايزين نضيف اسم للمغزن آآ في آآ باللغة تانية هنضيفه في خانة الاسم المغزن اسم المغزن الاجنبي. بعد كده بنحدد الفرع التابع لهذا المغزن. بنضغط على السهم هنا. نزال لنا قائمة منسادلة فيها كل الفرع الموجودة في النظام فبنختار الفرع الموجود فيه هذا المغزن او الخاص بهذا المغزن. ممكن نحدد مكان المغزن آآ كتابة في هذا الحقل. ممكن نكتب كمان اسمه امين المغزن في الحقل دوت. تلفون المغزن ازا موجوده بنكتب له رقم آآ الفاكس آآ بعد كده بنحدد حساب وسيط التحويلات المغزنية طيب قبل ما نحدد حساب وسيط التحويلات المغزنية في حالة ان المغزن دوت كان مغزن للتخزين فقط يعني ما فيهوش منه بيع ولا شراء ولا آآ تحويل وما الى ذلك او كان آآ اسف للتخزين فقط ما فيش فيه بيع ولا شراء فمنفعل المتغير للتخزين فقط. وهنا السيستم لن يسمح بعمليات بيع من هذا المغزن. بعد كده بنحدد حساب وسيط التحويلات المغزنية بان احنا بنقف في خانة آآ او في حقل حساب وسيط تحويلات المغزنية وبنضغط فتسعة. علشان تظهر لنا كل الحسابات الموجودة في آآ الزليل المحاسبي وبنختار منها حساب وسيط التحويلات المغزنية. ولازم يكون عملة هذا الحساب متوافقة مع عملة المغزون فان كانت العملة مختلفة فطبعا السيستم مش هيسمح بذلك وهيظهر آآ رسالة تببيل فقطح ان في آآ ان عملة الحساب مختلفة عن عملة آآ المغزون. بعد كده بنعمل عملية حفز. وبكده آآ ضفنا مخزن آآ بشكل سليم وبشكل سليس آآ جدا. ننتقل بعد كده الى آآ شاشة بيانات المجموعات والمقصود بها هنا المجموعات المخزنية. هنلاقي عندنا الشاشة مقسمة الى تلات تبويبات. آآ تبويب بيانات المجموعات وتتبويب اللي بنضيف منه آآ بيانات المجموعات المخزنية بعد الضغط على اضافة بنضيف رخم المجموعة واسم المجموع بالعربي والاسم بالاجنبي. وبعد كده بنبدأ نضيف حسابات هذه المجموعة آآ من الدليل المحسبي. فاحنا هنضيف هنا المجموعة رخم واحد. المجموعة الرئيسية. او ممكن نسميها مسلا. آآ مواد خام. بعد كده بنحدد رقم حساب المخزون. في نوفي خانة رقم حساب المخزون وبندوس اف تسعة. بتظهر لنا كل الحسابات الموجودة في الدليل المحسبي. عشان نبدأ نختار منها حساب المخزون. لهذه المجموعة. بعد كده بنحط حساب المبيعات وتكلفة المبيعات ومرضو كل ده لهذه المجموعة. وكل مجموعة بنفس الطريقة. بعد كده آآ بنروح لتهيئة المجموعات. وبنبدأ آآ نشوف آآ التهيئة او المتغير عندنا موجود. تضمين رقم المجموعة في رقم الصنف. فبتفعيل المتغير دوت. هنا كل الاصناف اللي هتكون ملحوط ملتحقة بهذه المجموعة هيجي في بدايتها زيرو زيرو واحد اللي هو رقم هذه المجموعة. بداية الرقم الصنف من عدد الشين. لو ريد رقم الصنف آليا للمجموعة. اول فعلت المتغير توليد رقم الصنف آليا للمجموعة. فتحت لنا هنا آآ مربع جديد او حقول جديدة علشان نقدر نحدد منها ازاي رقم الصنف يولد آليا. احنا عايزين تسلسل الصنف هنا جوه المجموعة ده. تيبقى رقمي ولا حرفي? فاحنا نقول مثلا ان هو رقمي. يبدأ التسلسل من واحد. طول رقم آآ الصنف. هنا بنختار طول آآ رقم الصنف عدد الديجيتس او عدد الحقول اللي هيتاح كتابة رقم الصنف فيها. هنا الفصلة لو عايزين فصلة تبقى موجودة بين آآ في في وسط ارقام الصنف او بين رقم الصنف ورقم المجموعة آآ زي كده. تبقى شرطة زي دي كده. او آآ آآ سلاش او نقطة او آآ اي امكان زي ما احنا عايزين. لو عايزين آآ آآ المجموعة دي تكون لها خصم خاص بها فهنا النسبة اللي احنا اضطاها هنا اللي هي مسلا عشرة في المية يبقى كل الاصناف الملحقة بهذه المجموعة هتاخد آآ نسبة خصم عشرة في المية. في حالة المجموعة دي اتعايزين نطبق عليها آآ ضرائب الفات يبقى المجموعة خضعة للضريبة. نسبة الضريبة اربعتاشر. هنا هنكتب النسبة فقط. فهنا ضريبة الفات هتطبق في هزي المجموعة على التوريد وعلى الصرف. في حالة ان اصناف هزي المجموعة آآ ترتبط بالمطاعم بنظام المطاعم وهو نظام آآ من انزمة المتخصصة اللي ترتبط بنظام المتكامل. هنفعل متغير اصناف هزي المجموعة مرتبطة بالمطاعم. ثم نعمل عملية حفز. بعد كده عندنا طباعة بيانات المجموعات. في حالة نحن عايزين نستار البيانات المجموعات. بنحط من مجموعة كزا الى مجموعة كزا. وبنتسجل من المجموعة كزا في حقول من المجموعة الى مجموعة. ثم بنضغط على طباعة لاستعراض المجموعة. هننتقل بعد كده الى آآآآ شاشة آآآ بيانات الاصناف. الشاشة ببيانات الأصناف هي من أهم الشاشات الموجودة في نظام المخازن والشاشة دي اللي من خلالها بنقدر نضيف بيانات للأصناف الجديدة وبنعدل على بيانات الأصناف القديمة وما إلى ذلك الشاشة بتحتوي على سبع تبويبات تبويب لدليل الأصناف واللي من خلاله بنضيف البيانات الأساسية للصنف زي اسم الصنف ورقم الصنف ونوعه ووحدة قياسه وما إلى ذلك وبعد كده عندنا تبويب البيانات التفصيلية هنا لما بنيجي نضيف دليل الصنف في دليل الصنف الأول بعد الضغط على إضافة بنضيف رقم المجموعة لو احنا عارفينه أو بنضغط F9 وبيعرض لنا كل المجموعات الموجودة عندنا وبنختار المجموعة اللي احنا عايزين نستخدمها طيبا المجموعة اللي بتظهر لنا طبعا هي من المجموعات اللي احنا ضفناها من شاشة بيانات المجموعة بعد كده بنضيف رقم الصنف هنا احنا مختارين ان توليد رقم الصنف يكون آلي لهذه المجموعة فظهر لنا رقم الصنف بشكل آلي النوع الصنف هيزهر لنا هنا آآ آآ انواع الاصناف اللي بتضاف من شاشة بيانات آآ من شاشة انواع الاصناف في حالة نحنا ضعيفين هتظهر لنا هنا بنختار وحدات الخياس هتظهر لنا هنا كل وحدات الخياس اللي ضفناها من شاشة وحدات القياس وبنختارها بنختار الوحدة للقياس المناسبة في حالة نحنا ضعفنا مجموعات تحليلية من شاشة المجموعات التحليلية اللي هي دي مجموعات تحليلية الاصناف بتظهر لنا هنا وبنضيف هذه المجموعات آآ آآ طبعا لما اختارنا رقم المجموعة ظهر لنا اسم المجموعة هنا بعد كده هنا بنكتب اسم الصنف آآ آآ بالعربي بعد كده عندنا آآ حق لمواصفات الصنف في حالة نحنا عايزين نضيف اي مواصفات للصنف آآ هنا بنسجل آآ آآ العبوة يعني الوحدة الاصغر آآ في القياس آآ لهذا الصنف اصغر وحدة لخياس هذا الصنف وبنكتب هنا اسم هذه العبوة آآ بعد كده آآ 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 وحدة وصفة آآ الدواء في في حالة ان هذا الصنف آآ دواء آآ آآ مقاس بوحدات تانية ممكن نضيف صورة للصنف من هنا بعد كده آآ آآ عندنا هنا طبعا آآ ظهر الوحدة آآ وحدات القياس الجدول ده خاص بوحدات القياس الخاصة بالصنف فهنا الوحدة اللي اخترتها ظهرت على ان هي وحدة رئيسية ممكن اختار آآ آآ ان هي وحدة البيئة الافتراضية أو وحدة الشراء الافتراضية ممكن اوقف التعامل بهذه آآ الوحدة حد الطلب لهذا الصنف بضيط هنا حد الطلب وليكن مثلا آآ آآ عشرة فلما الصنف ده يكون في في من عدد عشر وحدات مثلا في المغزن هيبدأ آآ السيستم ينبهنا لان احنا آآ آآ نطلب آآ والحد الادنى والحد الاقصى للطلب حد ايه؟ الحد الادنى آآ مئة مثلا والحد الاقصى آآ خمش ومئة خمش ومية وحدة بحالة ان الصنف ده مفهمة عندنا في الانتاج خطوط الانتاج بحطه رقم التصنيع او حتى آآ جبناه من من مورد ممكن نحط له رقم التصنيع هنا وبلد التصنيع المركة الجودة آآ آآ المقاس والحجم آآ تاريخ اضافة الصنف ده بينزل اوتوماتيك هنا عندنا حقول اضافية لاضافة اي بيانات خاصة بالصنف آآ بيانات اضافية خاصة بهذا الصنف بعد كده بننتقل الى تبويب البيانات التفصيلية وهنا من خلال التبويب دوت بنبدأ ننتعامل على آآ 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 بعض المتغيرات الخاصة بالضريبة لهذا الصنف آآ فالضريبة والتخفيضات ومي لذلك فبتفعيل المتغير الاول استماح بالتخفيض في المبيعات نقدر نحط هنا نسبة آآ آآ لنخفض آآ بيها قيمة او بيع هذا الصنف ويمكن نحط نسبة تانية يعني نسبة اولية ونسبة تانية آآ للتخفيض بعد كده استخدام الكميات المجانية في المبيعات في حالة نحن هايزين آآ ننخرج من هذا الصنف كميات مجانية فنفعله نتغير دوت وبنحط نسبة الكميات المجانية دي قد ايه بعد كده آآ بنضيف في حالة نحن هايزين نضيف ضريبة على هذا الصنف آآ ممكن نضيفها بالنسبة او بالقيمة آآ ممكن نضيف اكتر من ضريبة ضريبة صنف واحد ضريبة صنف ضريبة صنف اتنين وضريبة صنف ثلاثة في آآ ده الجزء الخاص بالضرائب آآ ممكن نستخدم توريخ انتهاء لهذا الصنف آآ آآ ممكن نفعل ان الصنف ده محجوز نعمل ايقاف للصنف تماما من التعامل على السيستم نفعل ان الصنف ده صنف انتاج في حال ان هو من انتاجنا آآ صنف مطاعم او مختبرات او صنف محطات كل دي انظمة آآ متخصصة تربط بنظام المتكامل ففي حالة ان الصنف ده هوت آآ آآ يخص احد هذي الانظمة فبنفعل له المتغير بتاعه وفي حالة صنف ده مستعمل بنفعل المتغير مستعمل وهكذا آآ في حالة ان الصنف ده كان آآ اصل من الاصول بتاعت الشركة فبنفعل ان هو آآ اصل آآ الصنف ده فيه مندوب معين آآ هو اللي بي بي يقوم ببيعه مثلا او بشراوه او ما الى ذلك فبنفعل ربط الصنف في المندوب وبنحط هنا رقم آآ المندوب كل البيانات هنا آآ بنفعلها وبنختارها وبنحط فيها نسب بناء على السياسة البيعية والمخزنية والسياسة المحاسبية للشركة وبعد كده عندنا المخزون او تويب المخزون هنا ده آآ تويب آآ آآ عراضي علشان يعرض لنا الكميات المتوفرة من الصنف ده في مخزن آآ معين فهنا بتضغط زي ما احنا شايفين استسلم يقول لنا يمكنك ان تضغط بزر الفقر الايمن على رقم المخزن لتتمكن من استعراض تقارير تفصيلية او اجمالية لحركة الصنف آآ ده آآ لحركة الصنف رقم واحد في المجموعة 001 طيب آآ هنا هنيجي عند رقم الصنف وبنضغط آآ كلاكيمين في كل المخازن هتسهر لنا آآ آآ التقارير كل دي انواع تقارير نقدر نستعرضها عن هذا الصنف آآ هنستعرض الصنف ده في كل المخازن عايزين نستعرض الوارد والمنصرف عايزين نستعرض اجمال الوارد والمنصرف طيب آآ في الوارد والمنصرف عندنا اجمال الكميات بالتكاليف اجمال الكميات فقط اجمال التكاليف فقط عندنا في المخازن محددة نفس المخزن محدد يعني ايسف نفس البيانات. بعد ما بنحدد البيانات اللي احنا عايزينها بنضغط على اه اه هنا في حالة ان احنا عايزين نطبعه ورقيه. بعد كده عندنا تبويب التكاليف والاسعار. اه هنا بيزهر لنا التبويب الجزء الخاص ايسف بالتكلفة. اخر تكلفة لهذا الصنف كانت الديقية ومتوسط التكلفة ليه الديقية. اقل تكلفة حاصلة على هذا الصنف وعلى تكلفة. والتكلفة الاولية ليه اللي هي التمن الشرع زائد المركبات. اه ممكن نضع هذا الجزء الخاص بالتكلفة لوحده. بعد كده عندنا الجزء الخاص بالتسعيرة. اه اخر سعر وما الى ذلك بيستعرض لنا اه جميع الاسعار او التسعيرات اللي حصلت على هذا الصنف ومتوسط سعر وما الى ذلك. هنا عندنا الموردين بنقدر من خلال هذا التبويب. اه نستعرض الموردين اللي قاموا بتوريد هذا الصنف. بعد كده عندنا تبويب التقارير الاحصائية. اه عايزين نشوف تقارير عن مبيعات الشهرية لهذا الصنف ونضغط على الايكونا دي الكميات المدفرة وتكاليف والتكاليف والاسعار حسب المخازن حسب التقارير الاحصائي اللي احنا هزين نستعرضه بنضغط على الايكونا اللي قدامه اللي هي ايكونا طبع الموجودة. بعد كده البار كود اه هنا بيزهر لنا بار كودات الوحدات بتاعت الصنف. بقفي الوحدة وبضغط اف تسعة. وبختار الوحدة الخاصة بهذا الصنف. ثم بسجل البار كود الخاص بهذه الوحدة قدامها. طيب بعمل كده يدويا في حالة ان انا ما كنتش مفاعل تكويد او تكويد البار كود آليا للصنف. بعد اما بخلص كل البيانات بتاعتنا بنعمل عملية حفز. لهذا الصنف. وبكده اه اه خلصنا شاشة من اهم الشاشات الموجودة في نظام المخازن. وكمان اه خلصنا المحاضرة بتاعتنا النهاردة. تمانياتي نهاية تكون كانت محاضرة سهلة. وطبعا تمانياتي ليكم بالتوفيق. ما تنسوش تتابعونا على اليوتيوب والفيسبوك والانستجرام. الى ان اراكم في المحاضرة القادمة ان شاء الله على خير. تحياتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.